اشتركوا في القناة وما بعد القداسة الالهة وان شاء الله بتمروا هذه الليلة على خير وتكون عن جد مخصصة فقط للصلاة والتأمل ولا نطلق صرخة بدنا الحقيقة الحقيقة لبيروت ولكل اللي اضرروا من انفجار المرفأ لقاءنا التالي بيجمعنا بانسانة لذيذة مهضومة محترفة بعملها المهن الاعلامي وبالتالي انسانيتها ما بتغيب ابدا عن ميكرو وراديو فان حتى لو كانت هي من المتضربين من انفجار اربع قاب بمرفأ بيروت وحملة اوجاعة واثار هالانفجار على صعيد الجسدي والنفسي انما بقوة ايمانا وبالسانة الحلو قاومت وهيها اليوم موجودة معنا وكانت عم تقلي خلينا قدم فينا نعطي امل للمشاهدين مع انه نهار جدا حزين ذكرة كتير صعبة مؤلمة على اللبنانيين وعلى اللبنان انما قادرين من هالسواد اللي عم بيعتم حياتنا وقلوبنا وضمقرنا نخلق فصحة امل هلا حداد يسعد لي صباحك اليوم هلا وسهلا فيك ومثل ما قلت يعني ورا كل وجع في امل وفي حياة بدا تستمر بفهم وجع اهل الشهداء بفهم المصابين يلي بعد ما تعافوا بفهم المتضررين يلي بعد ما رجوا ع بيوتهم ومحلاتهم ومؤسساتهم بفهم التروما النفسية للناس يلي بعاد ويلي ما كانوا يعني متضررين مباشرة بفهم وجع لبنان الكبير جرح بيروت العميق بفهمهم هوا كلهم بس خلونا اقتلع لنا امل امل بلبنان امل ببيروت هيدا الحبات قولوا وهون بدك تسمح لي اقول شغلة في البعض عم يتقدون انه عم بطل كتير على وسائل الاعلام بالفترة الاخيرة يعني من اسبوع لليوم لا طالب شهرة ولا طالب تعاطف ولا تضامن ولا انه حول حالي ضحية بس خليني اقول وبصراحة ولأول مرة قد ما عم بشوف ناس مش معنيين الا بالتحريد والمزيدات استفزني هالموضوع وحبيت تكون موجودة بالاعلام تقول نحن الموجوعين قلنا الصوت قلنا صورة وقلنا وجع مش وجعنا حدا بده يستثمره بس شكرا انك سمحت اللي اقول هيدا الكلام انا حبيت كتير ان سمعت هيدا الكلام هالا حداد وهيدا اللي كنت عم قوله الصبح لزملائي مش لانه نحن بمحطة الو تي في او يمكن جمهور وبيحس بقلبي اذا كنا بس جمهور معينة عم بيتابعنا بس لان فيه اصوات كانت عم تعمل مداخلات هاتفية اصوات صادقة هي موجوعة ومأهورة يمكن اتضررت او ما اتضررت بس وطنيتها عم توجع طبعا عبروا بطريقة فيها كتير من الحضارة فيها كتير من التسيمح فيها كتير من الدعوة لنرجع نتكيبش ايد بايد مش نعمل صراع بالعكس نتضامن بوجه هيدك الاصوات اللي اللي كلنا بدنا الحقيقة لما حدا يقلنا نحن ما بدنا الحقيقة نحن الموجوعين والبعدنا موجوعين بدنا الحقيقة قبل غيرنا ليه لانه بعد ما فهمنا شو صار اربعة اه بالساعة ستة وسبعة دقائق 2020 لليوم اربعة قاب 2021 حوالة الساعة عشرة وشوي بعدنا نحن ما فهمنا شو صار خلونا نعرف شو صار هيد الحقيقة الاولى تاني شي مين مكان نحن بنعرف اليوم كل طرف بيتهم التاني انه هو جاب النيترات على مرفق بيروت فيه طرف بقول هيدا النيترات اجا لفلين وبسميه بالاسم والطرف التاني المتعم كمان بسمي الاسم التاني انا مين بهمني اعرف شو بهمني غير اعرف مين جاب النيترات صحيح هيدا او هيدا حدا اللي يحصن بالقضاء بالمعطيات بالقدلة بالمعلومات بكل شي ومين ما كان هيدا او هيدا اذا تقول مثلا انا اتعاطف مع طرف سياسي وكان هيدا الطرف هو جاب النيترات انا بدي دافع عنه اكيد لا قتلني وجعني بدي دافع عنه ليش عم نستعمل هيدا اللغة مع بعضنا خلونا نروح نعرف الحقيقة كاملة ويتحاكم يلي السبب وكل المعطيات فيه سبب انه وجود النيترات بس كمان نسينا الناس انه فيه حدا نفتعل صح فيه حدا نفتعل انه يولع هالنيترات ويكون الانفجار هيدا برقناه هيدا صار بريق يعني صرنا عم نختلف انه مين جاب النيترات بس مين ولع وفجر النيترات ما بدنا نحاسبه نعم عيب كرميل هيك هلا اه نحنا اليوم بهيدا اللقاء لمواكبة هالذكرى القليمة كنا عم نرفع الصوت حتى مع ضيوفنا على اختلاف اختصاصاتهم كلنا بدنا الحقيقة كل انسان من منطلقه حطينا هون عن جد بهيدا نهار تحديدا وهيك قلت بالانتروداكشن هون لازم نحط انتماءاتنا ما يوحدنا قل للوطنية مرأ علينا جرائم كتير كانت تقسمنا وكنت صريح مع المشاهدين وقلت لنا فيه عمليات اغتيال في ناس انبسطوا لان تم اغتيالها الشخصية بالأسف وزعوا بقليها مية بالمية شي بيأزي بيأزي يعني انسانيا بيأزينا من جوا شو ما كانت طيفتنا اسلام ومسيحية ودروز يعني الدين ما بيقبل هيدا التفكير اليوم ما تخلونا نروح لزواريب خلوه يكون نهار مقدس لان بيستهلوا قديسة الضحايا اللي ماتوا والضحايا اللي بعدهم عم يتعالجوا هلأ قلت لي قبل يعني ببداية لقائك وعطيتي خبرة عن حالك انه انا موجوعة وانا اتضررت هلأ رح نجل نستذكر معك أربع عقاب 2020 بس قلت لي لازم نتمسك بالأمل طب هيدا الأمل من وين نابع من إيمان نابع من رؤية يمكن عندك ياه نحنا معنا إياها كيف نتمسك بهيدا الأمل كيف فيك تعدينا نحنا كمان نتمسك ونشوف الأمل وينو تنتمسك فيه تأكد لك أنه الإيمان وفيه عجايب ما بتنعد صارت تعفتش حواليك أنا اللي مشيت من بيتي يلي حدت المنار بس أعفونا المقاطع للمفارقة لأن ردا على الكلام اللي قلتينه في نسعة بنتقدوك على إطلالاتك هلأ في إطلال اللي قلتك برالال على تلفزيون لبنان هذه معادة معادة لأن أنت مباشر معنا طبيعي معادة أنا كنت التنين على تلفزيون لبنان وكان عندي انفعال وكنت عم بنهار لأنه استعادت كتير تفاصيل بس مشان ما يقولوا أنه عم بخلي تعاطف الناس وحبيت أطلع هلأدة يكون عندي سيئة بنفسي اليوم وما بدي انكسر حتى لو تذكرت ما بدي انكسر بس هالسيئة بالنفس فيه مجهود ولا هي حقيقة بترجميك لا مجهود مجهود ما تصدق أنه فيه إنسان مكسور من جوه فيه خبي هالأدة ليه بديك تخبي تطلع حالك يعني هيدا علاج بينك وبين نفسك بديك تتحدى حالك وبدك تقولون للناس أنا حكينا عن الأمل بدك تحكي عن الأمل وبدك تفرجيون انكسار مانا زابطة يعني بس عفوا ما تفهميني غلط عم تعطينا أمل كذاب لا مش أمل الأمل بدي إزرعوا عندي وقعديكن يا بدي أقناح حالي فيه هيدا الأمل بدي أقناح حالي فيه كنت عم تقولي لي رايحة بسن الماضي بهيدا اليوم أي بهيدا اليوم يعني إنسان مشي على الطريق حواله بشي كيلومتر وأكتر شوي شايف هالقد دمار شايف هالقد ضحايا شايف هالقد جرحة وأنا كانت جراحة من وراء ما عم بشوف أسارة أنا شوي إيدي من هون وشوي وجه وشوي هيك بس من وراء ما عم بشوف قدي فيه دم وقديش فيه إصابات كنت عم بتطلع بالناس أنه لقي إصاباتهم أكتر بس مشكلتي أنه أنا ما عم بدرت نفس عن إصابة كانت برية طيب بهيدا الوقت يعني وتوصلت على المستشفى وسألت قديش فيه ناس ضحايا قالوا لي كان أول شي أول الأحصاء كان مية مية وسبعين هيك قالوا ما بصدق اللي شفتهم أنا أكتر قديش فيه جرحة قولوا لي ستة ألاف كذا أنا ومشي على الطريق وعن بقدر يعني لازم يكون عدد الضحايا فوق الألفين والجرحة فوق الاثناشر ألف عشر تلاف نا في شي أعجوبة صارت بحجم الدمار أنه يكون هالعدد أقل بتقدير الشخصي أنه فيه أعجوبة بتجعب تحكي مع الناس بتلاقي أنه فيه أعجوبة صارت بحياته أنه ما يكون هو ضحية أنا رح خبر عن خي خي كان بالأسنسور بلحظة الانفجار كان بالطابق الثاني تقريبا أو الأول ببيته عنا بالبناء عندي بالبناء عندي جاي عنا على البيت عبيته يعني لو خين قطش الأسنسور ولبد للتحد كان اليوم مش موجود العناية الإلهية الباب الأرضي للأسنسور فات لجوة دفش وطلوع وخلص هاي دي مش أعجوبة هاي مش أعجوبة وبتسمع أعجيب أنا أختي شغلة بيبعد عن البيت عنا 300 متر ووقع على السقف ووقع بيت قديم ووقع على السقف على إيدة وقع على إيدة قالت لي يمكن لو كان راسي محل إيدة ما كنت خلصت هاي دي مش أعجوبة تعالوا نفكر بهيدي الأعجيب نقول إنه هالأرض يعني في ناس بيحكوا أكتر من هيك مش فيه وقت عملت عقدة زنب وقت وصلت على المستشفى وعملت عقدة زنب إنه ليش أنا بعدني عايشي وما مت مثل اللي شفتهم ماتين أنا عملت عقدة زنب إنه ليش أنا بعدني عايشي وهيدي ضلت معي مرحلة طويلة بعد شيء أسبوعين ثلاثة قلت بعد تفكير ليش ربنا خلصني ليش ما متت ليش هول كلهم لقيت جواب واحد إنه طيب ما زال إذا الله بده يناموت ليش ما موتني مثلهم هاي دي واحد تاني شي ما زالني أنا كنت حابة موت طيب ليه ما قاعدت حدهم ولا مشيت ليه وصلت على المستشفى كان لازم أقعد حد الضحايا وتشوف ضحايا ميتين على الطريق أقعد حدهم أنا عندي ديقة نفس يعني كان عندي إصابة بالرية كان لازم يغيب عن الوعي ما قصي على المستشفى يضل النزيف جسمي ماشي يعني موت مثلي مثلهم ليش خلتني أمشي إرادة الحياة ليش خلتني سارع ليش إرادة الحياة وقت وصلت على المستشفى صرت صرخ ساعدوني إنه ليش ليش هول كلنا عملتون هلا صار مارق تقريبا عشر ساعات ونص من ليلة 12 وبقي كمان قدون لسير ساعة 6 و 7 دقايق لما بدق هيد الساعة أو شي وين رح بتكوني رح بتكوني حاضرة بالإداس أو عم تابعة على شاشة التليفزيون لا رح تكون بناء المباشر عبر إذاعة صودفان صودفان رح تكوني عم بتواكب كمان لا مش عم بواكب عم يستضفوني آه أوكي كمان عم يستضفوني أوكي بلحظة أخي فاني بلندق ساعة 6 و 7 دقايق عم بمرن حالي من الصبح اليوم هلقد؟ أي عم مرن حالي من الصبح لأنه كتير وردنا اتصالات بدي أشكر كل اللي اتصلوا فيه من الصبح عم بيقولولي حمد الله على السلامة وناس عم بعيدوني لأنه أنا رفضت عيد عيد ميلادي بخمسة أب خمسة تموز قلت أنه أنا عيدة بأربع أب أنا عمري سنة اليوم وفيه كتار مثلي فيه ألوف مثلي اليوم عيدون سنة وبيقولون ينعاد عليكم حياتي جديدة كتبت لكم هؤل الناس يعني عم بعمرنا السنة قد ما بنفهم بهالسنة عم نتصرف بحياتنا هلا حداد شكرا لمشاركتك اختبارك معنا ومع المشاهدين بدي منك مثل ما بلشت بهيد الأمل اللي عم بتجربة تزرعي فيك حتى تعكسي على المحيط ومن خلال عملك الأعلام وانت كمان يعني بعلاقاتك الفنية مع كتار من النجوم نعرف قد فيه له أثر وشفنا لقائك مع رواد مثل لقاء كتير بيجمع هلا حداد مع كبار النجوم هلأد لك صيد طيب وهلأد لك سمعة جيدة مش عم بحكي مجاملة لأن بهيدا نهار أو أنت ضيفتي على الهوى عم بحكي الواقع ونحن بحاجة كمان يعني لهيك وجوه وأصوات إعلامية نقدر نقفر النشاز لأن لما النشاز بيصير هو السائد من فكره أنه هو صح فكرم لهيك شكرا لك عم بتعزي حالك أنا خلص وقت باعتذر شادية وإلي وتوني عم بتعزي حالك وقلت أنه بلشت حياتي جديد وعيدتي كل اللي نجو طبعا عمرنا السنة عمرنا السنة على كاميرتك نعم أهيل الضحايا ولما بقول أهيلة ما بفرق بين أمه وبيه وإخته وخيه وتاته وجده وولده وخاله وعمه وصهره وكنه بتلاتين ثانية بتلاتين ثانية بعتذر عم ناخد وقت لكل أهل ضحية يمكن نحنا منشوفكم من بلكون بيتنا بكل أربع آب بتوقفوا قدام تمثيل المغتربين بتصرخوا بتعيدوا بتعبروا عن وجعكم وبفهم وجعكم وبعرف ما في شي بيرجع اللي راحوا غير إنكم توصلوا للحقيقة وتبردوا قلوبكم ونعرف نحنا وإنتوا شو صار الله يصبركم شكرا لنا الإعلامية هالا حداد أهلا وسهلا فيك شكرا إليك وتنذكر وما تنعاد شكرا لنا